ترجمة نانسي قنقر بالفعل في 2020 كانت محاولات وكان علينا نذكر حتى المحاولات التي كانت في 2020 في التأميم كنا نحن أولاد اليوم لا يمكن أن نحتميه في 2020 وإن 2019 أو 2010 السيدة الوزيرة لسامير جزء من السيادة الطاقية وتضاربوا أرائكم وحاولة تشغيل الشركة يدلوا على غياب رؤية واضحة لتدبير المخزول استراتيجي للطاقة التي حتى عليها جلالة المالك راه عام هذا دازع للخطاب المالك وبقي ما شناش والو السيدة الوزيرة تخزين آلية أساسية لتخفيض الأسعار التي أنهبت جيوب المواطنين وأنهكت قدرتهم الشرائية اليوم الأسعار العالمية انخفضت لأقل من 80 دولار ما حال يتباع اليوم المغاربة قلتم في عرض لكم بأنه إذا انخفضت إلى 80 دولار للبرميل البنزين سيكون 11 درهم وشي شوية والقازوال سيكون 10 درهم فينا هواق يعني عناش من تزلتوش ثمن وعلى الأقل فرحوا المغرب غير واحد شوية والمغاربة السيدة الوزيرة لحد الآن ما فهمناش يعني شكون لي مصلحتوا هذا الوضع من يسهروا على احتكار السوق والتواطئ حول الربح الفاحش بشهادة مجلس المنافسة الذي أوصى بفرض ضريبة استثنائية على هذه الشركات المتواطئة أو على حساب المواطنين ولكن للأسف هذه الضريبة يعني جوبهت برفض قاطع أثناء مدارسة قانون المالية في يعني دل حكومة تضارب المصالح وزواج المال بسلطة السيدة الوزيرة اليوم هناك حديث حول كراء خزانات سامير لشركة خاصة دون طلبة عرض إذا صح هذا الأمر غين الحقيقة وشنيت كين هاتش ولا لا يعطينا يعني ماذا هناك ولكن صح هذا الأمر يعني ديال كراء يعني ديال كراء شكرا سيدة أن شكرا